هجوم سوروش الذي وقع قبل أكثر من أسبوع وأودى بحياة 32 شخصاً والضغوط الدولية الداعية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة إزاء التنظيمات الإسلامية المتطرفة قد يكون السبب وراء تغيير السياسة التركية تجاه الأزمة السورية وتنظيم داعش لكن تغيير الموقف التركي لم يأتي دون مقابل حيث بدأت تركيا بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني تزامناً مع انطلاق غارات جوية للتحالف الدولي استهدفت تنظيم داعش من قاعدة أنجرليك التي وقعت أنقارا مع واشنطن اليوم اتفاقاً لاستخدامها ضد الجماعات الإرهابية حسب مصدر تركي تركيا تمكنت أيضاً من انتزاع موافقة أميركية على إقامة ما يشبه المنطقة الآمنة في شمال سوريا وفق ما أكد مسؤولون أميركيون وهو مطلب تمسكت به أنقارا لفترة طويلة ويبدو الآن أنه بات قيد التنفيذ حيث أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده ستواصل محاربة الإرهاب إلى أن يخرج من تركيا قوتنا تكفي لقتال 33 منظمة إرهابية في وقت واحد وليس ثلاث فقط وسنظهر تلك القوة ضمن هذا الاتفاق سنستمر في اتخاذ الخطوات الضرورية حتى تلقي العناصر الإرهابية أسلحتها ويتم فرض القانون من جديد الاتفاق الأميركي التركي لم يلغي التباين في الأولويات بين الطرفين ففي وقت ترى واشنطن أن أولوياتها في المنطقة هي محاربة تنظيم داعش ترى أنقرة أن محاربة حزب العمال الكردستاني الذي ينشط داخل أراضيها أولوية قصوى ترجمة نانسي قنقر